بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي اليوم بمشيئة الله سنختتم نهاية الدرس الرابع في الباب الرابع من منهج رياضيات خمسة بعنوان تحديد أنواع القطوع المخروطية في الدرس السابق تعلمنا كتابة المعادلة العامة لقطع مخروطي على الصورة القياسية وفي درسنا لهذا اليوم سنتعلم تحديد نوع القطع المخروطي من معادلته من أهم المفردات عزيزي الطالب التي سنحتاجها في درسنا لهذا اليوم اللي هو المميز تذكر أن مميز المعادلة التربيعية AX تربيع زائد BX زائد C يساوي الصفر هو هذا المميز هذا المميز أين نستخرج له من القانون العام لدينا القانون العام سالب B موجب أو سالب جذر B تربيع ناقص أربعة A C ودائما نطلق على ما تحت الجذر بالمميز اليوم سنحتاج هذا المميز لتحديد نوع القطع المخروطي دون اللجوء لكتابته على الصورة القياسية تحديد أنواع القطوع المخروطية يمكن تحديد نوع القطع المخروطي دون أن تكتب المعادلة AX تربيع زائد BXY زائد CY تربيع زائد DX زائد EY زائد F تساوي صفر على الصورة القياسية وذلك باستعمال المميز عزيزي الطالب يجب عليك الانتباه إلى أن A هي معامل X تربيع والB هي معامل XY والC هي معامل Y تربيع يجب أن أعرف ما هي هذه الرموز التي موجودة لدينا في المميز تربيع إذن نلجأ لمعامل X تربيع ناقص 4 في A A هو معامل X تربيع في C وهو معامل Y تربيع نأخذ المعاملات ثم نعوض في المميز سيكون لدينا بعض القواعد في استنتاج القطوع تصنيف القطوع المخروطية باستعمال المميز إذا كان قيمة المميز تساوي صفر فإن نوع القطع مكافئ دون اللجوء للكتابة على الصورة القياسية أوجد المميز إذا كانت القيمة تساوي صفر إذن النوع قطع مكافئ إذا كانت قيمة المميز أقل من الصفر هنا وهنا إذن القيمة هنا سالبة والقيمة هنا سالبة أقل من الصفر يعني سالبة سيكون القطع إما قطع ناقص أو قطع دائرة أو دائرة ونحن نعرف عزائي الطلاب طبعا نحن نعرف عزائي الطلاب أن الدائرة عبارة عن حالة خاصة من حالات القطع الناقص لكن كيف نفرق إذا وجد لدينا سالب أنا الآن عندي سالب كيف أعرف أنا الآن عارفة هنا عندي سالب وعندي هنا سالب لكن كيف أعرف أن هذا قطع ناقص وهذا دائرة كلها سالب إذن يوجد لدينا شرط للقطع الناقص أن تكون قيمة الأ الأ معامل ماذا؟ معامل إكس تربيع لا تساوي قيمة الس الس معامل ماذا؟ معامل الواي تربيع وقيمة البي لا تساوي صفر البي اللي هي معامل إكس وان إذا تحقق هذا الشرط فنوع القطع ناقص أما إذا كانت البي تساوي صفر معامل الإكس واي ومعامل الإكس تربيع الأ يساوي الس اللي هو معامل وي تربيع إذا كان الأ يساوي الس سيكون دائرة إذن القطع الناقص والدائرة دائما قيمة المميز فيه سالبة حتى نستطيع إيجاد هذا النوع يجب أن نتأكد من وجود الشرط شرط القطع الناقص وشرط الدائرة A لا يساوي C B لا يساوي صفر ناقص B يساوي الصفر وA تساوي C دائرة آخر شي عندنا اللي هو المميز إذا كان أكبر من الصفر ما معنى أكبر من الصفر؟ يعني موجب إذا كان موجب فنوع القطع لدينا ساعد B القوانين عندي أو المفاهيم هذه أقدر أستنتج نوع القطع دون اللجوء لكتابته على الصورة القياسية يكون القطع أفقيا أو رأسيا عندما الB تساوي صفر أما إذا كانت الB لا تساوي صفر لا يكون القطع أفقيا ولا رأسيا لو لاحظنا لدينا عندنا الB تساوي صفر يكون رأسيا هنا عندي قطع ناقص أفقي وهنا ليس رأسيا ولا أفقيا لأن الB عندي لا تساوي صفر وإن الB لا تساوي صفر هنا عندي الB اللي هو معامل XY لو لاحظنا قيمتها موجودة سالب 6 جذر 3 في القطع عندي لو لاحظنا شكله ليس رأسي ولا أفقي لكن الشكل في الرسم أدمامنا لو بحثت في هذه المعادلة هل يوجد معامل XY؟ لا يوجد ومعامل XY اللي هو نرمز له بالB إذن قيمة الB ستساوي ماذا؟ تساوي صفر إذن هنا القطع سيكون إما أفقي أو رأسي في الحالتين الموجودة عندي على الرسم مثال 2 تحديد نوع القطع المخروطي من معادلة تحدد نوع القطع المخروطي الذي تمثله معادلة مما يأتي دون كتابته على الصورة القياسية إذن نستطيع تحديده من ماذا؟ من المميز المميز اللي هو بي تربيع ناقص 4 AC أول شيء لازم أجيب قيمة الA وقيمة الB وقيمة الس قيمة الA معامل X تربيع هل يوجد لدينا في المعادلة X تربيع؟ لا يوجد لدينا X تربيع إذن قيمة الA ماذا تساوي؟ تساوي الصفر إذن الآن نبحث عن الB الB نعرف أنها معامل XY الB معامل XY ننظر للمعادلة هل يوجد لدينا XY؟ أيضا لا يوجد لدينا XY إذن أيضا ستكون لدينا الB تساوي صفر الآن نستخرج قيمة الس قيمة الس هي عبارة عن معامل Y تربيع معامل Y تربيع اللي هو يساوي الأرباح إذن الس ستساوي أرباح بعد ذلك نطبق في المميز بي تربيع صفر تربيع ناقص أربعة في قيمة الA صفر في قيمة الس أرباح بالتعويض في المميز صفر تربيع ناقص أربعة في صفر في أربعة صفر إذن النتيجة تساوي صفر من المفاهيم اللي أخذناها قبل قليل إذا كان المميز يساوي صفر ما هو نوع القطع؟ ممتاز بما أن المميز يساوي الصفر فنوع القطع مكافئ ننتقل في التمرين اللي بعده تحقق من فهمك أيضاً حدد نوع القطع المخروطي الذي تمثله كل معادلة دون كتابتها على الصورة القياسية لدينا ثمانية Y تربيع ناقص 6X تربيع زاعد أربعة إكس Y ناقص 6X زاعد اثنين Y ناقص أربعة تساوي الصفر نستخدم المميز نوجد قيمة الA لإيجاد قيمة الA نبحث عن X تربيع هنا X تربيع المعامل عزيزي الطالب يجب عليك الانتباه عند أخذ المعامل يجب أخذه بإشارته X تربيع معاملها سالب 6 وليس 6 إذن ستكون قيمة الA سالب 6 الB عبارة عن معامل XY ما قيمتها؟ قيمتها أربعة الس عبارة عن معامل Y تربيع القيمة تبعها رح تكون ثمانية بعد ذلك بمعلومية الA والB والC نستطيع التعويض في المميز بالتعويض في المميز أربعة تربيع ناقص أربعة في سالب 6 في ثمانية سيكون الناتج 208 208 عدد موجب عدد موجب سيكون أكبر من ماذا؟ أكبر من الصفر إذا كان المميز عدد موجب إذن ماذا سيكون نوع القطع؟ ممتاز بما أن المميز موجب فنوع القطع زاعد لديك عزيزي الطالب دقيقة لحل هذا التمرين وإيجاد نوع القطع 3X تربيع زاعد 16X ناقص 12Y زاعد 2Y تربيع ناقص 6 تساوي 0 باستخدام المميز نوجد قيمة A وقيمة B وقيمة C ثم على حسب المفاهيم نحدد نوع القطع بناء على القيمة الناتجة قد تكون القيمة الناتجة تساوي صفر أو أكبر من الصفر أو أقل من الصفر يجب علينا الانتباع عزيزي الطالب إذا كانت القيمة سالبة فيوجد لدينا حالتين إما قطع ناقص أو دائرة على حسب الشرط نحدد النوم انتهى الوقت لدينا نستخدم المميز نوجد قيمة A قيمة A معامل X تربيع اللي راح تساوي 3 قيمة B معامل XY هل يوجد لدينا XY لا يوجد لدينا XY إذن ستكون قيمة B صفر قيمة C هي عبارة عن قيمة اللي هو معامل Y تربيع ستكون 2 بالتعويض في المميز 0 تربيع ناقص 4 في 3 في 2 تساوي سالب 24 سالب 24 أقل من الصفر إذن سيكون إما قطع ناقص أو دائرة نلاحظ الشرط الدائرة يجب أن تكون B تساوي 0 فعلا B تساوي 0 تحقق الشرط الأول الشرط الثاني يجب أن تكون A تساوي C هل A وال C متساويتان؟ A وال C غير متساويتان إذن لا تمثل دائرة بل تمثل قطع ناقص لأن الشرط الدائرة عندي ما تحقق إذن سيكون نوع القطع بما أن المميز سالب والA لا تساوي C نوع القطع ناقص ننتقل بعد ذلك إلى تدرب وحل المسائل سؤال 7 8X تربيع زائد 8Y تربيع زائد 16X زائد 24 تساوي 0 نستخدم المميز نوجد قيمة A وهي معامل X تربيع لدينا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الثمانية معامل LB عبارة عن XY لو دققنا في المعادلة لا يوجد لدينا XY إذن ستكون لدينا LB صفر ومعامل السي هي عبارة عن معامل أو قيمة السي هي معامل Y تربيع ستكون ثمانية بعد ذلك نعوض في المميز بالتعويض في المميز عمليات حسابية 0 تربيع ناقص 4 في 8 في 8 أبيعطيني السالب 256 أقل من الصفر إذن سيكون لدينا حالتين إما قطع ناقص أو دائرة الدائرة الشرط الأول يجب أن يكون B يساوي صفر نعم B يساوي صفر الشرط الثاني يجب أن تكون قيمة A تساوي قيمة C هل قيمة A تساوي قيمة C؟ ممتاز قيمة A تساوي قيمة C إذن ليس قطع ناقص نوعه دائرة لأنه حقق لشروط الدائرة بما أن المميز سالب وB تساوي صفر وA تساوي C إذن فهو دائرة تعرفنا عزائي الطلاب على أنواع القطوع بالمميز كيف نستخرجها وما هي شروط الدائرة والناقص إذا كان قيمة المميز سالب ننتقل بعد ذلك إلى بعض التمارين من تدرب وحل المسائل قابل بين المنحنيات أدنى والمعادلة التي تمثل كل منهم معطيني 13 و14 و15 واضح لدينا الرسومات لدينا هنا تقريبا قطع ناقص لدينا هنا دائرة ولدينا هنا قطع زائد يبغاني أقابلها بA وB وC معطيني معادلات على الصورة القياسية ليست على الصورة القياسية عزيز الطالب حتى تقابل هذه المنحنيات بالمعادلات أدنى لديك حالتين إما أنك ستحول هذه المعادلة إلى الصورة القياسية بطريقة إكمال المربع التي تعرفنا عليها في مثال واحد أو بما أن بس طالب أقابلها أنا بل جاء للطريقة الأسهل ما هي الطريقة الأسهل ممتاز لطريقة المميز من المميز أستطيع أستنتج نوع القطع دون اللجوء لكتابته على الصورة القياسية لدينا هنا المميز بي تربيع ناقص أربعة أسي الآن راح نشوف فقرة أ فقرة أ البي عبارة عن معامل إكس واي حل يوجد لدينا إكس واي؟ لا يوجد لدينا إكس واي إذن راح تكون صفر لكل تربيع ناقص أربعة في قيمة الأي قيمة الأي هي معامل إكس تربيع كم قيمتها؟ قيمتها واحد في قيمة الس قيمة الس معامل واي تربيع كم قيمتها؟ قيمتها واحد صفر تربيع صفر ناقص أربعة في واحد في واحد بيكون الناتج سالب أربعة الناتج عندي سالب أربعة إذن بتكون تبع القطع الناقص أو بتكون تبع الدائرة تبع القطع الناقص أو تبع الدائرة بناء على الشرط لو لاحظنا عندنا لا يوجد معامل إكستر بيع إذن قيمة ال-B تساوي صفر وقيمة ال-A وال-C متساوية هنا المعامل واحد وهنا المعامل واحد إذن ستكون ال-A عبارة عن ماذا ال-A ستكون للمنحنة رقم 14 هنا راح يكون عندي ال-A خلاص أنا انتهيت من ال-A تبقى لدينا ال-B بنفس الطريقة عزيزي الطالب بنستطيع استنتاج نوع القطع أطلع المميز بي تربيع ناقص 4-A-C بي تربيع لدينا هنا غير موجودة راح تكون صفر ناقص عندنا اللي هو 4 في قيمة ال-A قيمة ال-A تسعة وقيمة ال-C اللي هي عبارة عن Y تربيع سالب 16 عزيزي الطالب ما يحتاج تطلع النتيجة عندك يعني انت تقدر تستنتج نوع القطع من قبل ما تطلع النتيجة لو لاحظت عندي هنا صفر وهنا عندي عدد سالب مضروف عدد سالب ستكون النتيجة موجبة أيا كانت النتيجة بما أن النتيجة موجبة إذن ستكون B لـ 15 تبقى لدينا C ستكون هي عبارة عن القطع الناقص في مساء المهارات التفكير العليا تبرير حدد ما إذا كانت العبارة الآتية صحيحة دائما أو صحيحة أحيانا أو غير صحيحة أبدا عندما يكون القطع رأسيا وتكون A تساوي C فإن القطع دائرة لديك عزيزي الطالب بضعا من الوقت للتفكير في هذا السؤال عندما يكون القطع رأسيا وتكون A تساوي C فإن القطع دائرة هل هي صحيحة دائما أو صحيحة أحيانا أو غير صحيحة ستكون الإجابة صحيحة دائما لماذا صحيحة دائما إجابة ممكنة إحنا تكلمنا قبل شوي بداية الدرجة جبت لكم رسمات جبت لكم إذا كانت B تساوي صفر فإن القطع إما رأسيا أو أفقيا لكن إحنا تكلمنا هنا تصبح المعادلة معادلة دائرة لأن A يساوي C لدينا إذن العبارة لدينا هنا صحيحة دائما لأن إذا كان القطع رأسيا فإن B تساوي صفر وبذلك تصبح المعادلة معادلة دائرة لأن الشرط تحقق لدينا ننتقل بعد ذلك إلى آخر فقرة من درس هذا اليوم اكتب عزيزي الطالب أوجه الشبا والاختلاف بين منحنيات القطوع المخروطية ومعادلاتها تستطيع استخراج اللي هو أوجه الشبا والاختلاف هندسيا وجبريا لو جينا نتكلم هندسيا هندسيا لو جينا نتكلم عن القطع الناقص القطع الناقص هو عبارة عن دائرة مضغوطة والمنحنة فيها مغلق هذا بالنسبة للقطع الناقص بعكس القطع الزائد والمكافأ القطع الزائد والمكافأ ليس مغلق القطع المكافأ والقطع الزائد مفتوحة إذن الآن عرفنا الفرق بين القطع الناقص والمكافأ والزائد والمكافأ والزائد يختلفون إن عندنا الزائد عبارة عن جزئين والمكافأ عبارة عن جزء واحد هذا هو التفسير الهندسي هندسيا القطع الناقص عبارة عن دائرة مضغوطة طوليا أو عرضيا على حسب المحور عندي الأكبر وكلاهما منحنيان مغلقان بعكس القطعين المكافئ والزاعد فهما منحنيان مفتوحان وممتدان لكن الفرق بينهما أن القطع المكافئ يتكون من فرع واحد بينما القطع الزاعد يتكون من فرعين كل منهما تماثل للآخر جبريا جبريا على حسب المعادلات لدينا والصورة القياسية في القطع المكافئ يكون التربيع يكون على جزء واحد لدينا جبريا إذا كتبت المعادلة في الصورة القياسية بشرط بي تساوي صفر فمعادلة القطع المكافئ تحوي حدا تربيعيا واحدا إما سي واي تربيع أو ايكس تربيع أما معادلة الدائرة فتتصف دائما بأن قيمة الاي تساوي السي أما بالنسبة للقطع الناقص فإن لكل اي وسي الإشارة نفسها وإي لا تساوي صفر وسي لا تساوي صفر أما في حالة قطع الزائد فإن إشارتي اي وسي متعاكستان حيث أن سي لا تساوي الصفر والإي لا تساوي الصفر ومن هنا أعزائي الطلاب نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم من تدرب وحل المساعل لديكم سؤال 11 صفحة 200 عزيزي الطالب لن نتعلم ما لم نتدرب الرجاء منك حل مزيدا من التمارين لتثبيت المعلومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا